اشتركوا في القناة وهو عن عمر الشغالة وأنها تخرج في 16 يوم كان للأستاذ أبو مازن الأهنوبي جزاه الله خير رد قاطع عن حول هذا الموضوع متطرقا إلى عمر الشغالة من بداية البيضة حتى الخروج من العين السدوسية وتوضيح الأمر بكل تفاصيله لذلك نرجو أن يستمع جميع الإخوة النحالين المهتمين في تربية النحل إلى هذا الموضوع الدقيق والهام جدا حتى لا تتفرق المعلومة بين الإخوة النحالين فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله يعني كل فترة يخرج لنا شخص يدعي وهي دعوة نعتبرها الآن دعوة لا دليل عليها علميا يدعي أن النحل يخرج في 16 أو الشغالات تخرج في 16 يوم يا إخواني هؤلاء الذين يقولون ذلك نرجو منهم أن يقنعونا علميا يعني جادلنا بشكل منطقي علمي الكائن الحي له مراحل تطور مثل الجنين إن الإنسان في بطن عمي يتحول أول نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم كذا كذا إلى أن يصل إلى النمو الكامل في فترات محددة أو زمن محدد لا يستطيع الكائن الحي أن يقفز مراحل في نموه فنرجو أن تناقشونا تطور النحل في قرص النحل أو في الإطار أطواره يتكون من التالي أول ما تضع الملكة البيض تضعه بشكل عمودي في القاعة السداسية البيض في اليوم الثاني يميل بدرجة 45% ثم في اليوم الثالث يتموضع بشكل أفقي في قاع العين السداسي هذه ثلاث أيام إذن مرحلة الطورة البيضة مرحلة الطورة البيضة مرحلة الطورة البيضة ثلاث أيام ثم تبدأ مرحلة اليرقة خمسة أيام في اليوم في الثلاثة الأيام الأولى بعد فقص البيض يتم تغذية اليرقات على غذاء ملكي خاصة بالشغالات ثلاثة أيام لاحظوا ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يومين يتغذى على عسل وحبوب لقاح هذه خمسة أيام هل يمكن للنحل أن يتجاوز مثلاً هذه المرحلة بعد ذلك تأتي مرحلة إغلاق البيت السداسي في اليوم التاسع ثلاثة أيام بيض خمسة أيام يرقات ثم يغلق البيت السداسي وتبدأ النحلة بغزل الشرنقة من غدة الحرير هكذا قال العلم لديها غدة وهي في طور في طور اليرقات تلملها غدة اسمها غدة الحرير بعد أن يغلق البيت السداسي يتم غدة اليرقات تعمل شرنقة تتشرنق أو تعمل غزل حول نفسها حول جسدها بخيوط حريرية ناعمة تغذل هذه الشرنقة لمدة يومين يومين هذا بالنسبة للنحلة من الشغالة ثم تدخل في طور الراحة لمدة ثلاثة أيام كم صار العدد بارك الله فيكم العدد هنا ثلاثة عجر يوما في اليوم الرابع عشر بعد أن تأخذ راحة غزلت الشرنقة حول نفسها لمدة يومين ثم ارتاحت لمدة ثلاثة أيام في خلال الثلاثة أيام هي تتطور مرحليا وعمريا لا بد أن تأخذ هذا المجال لهذا الوقت ثم تبدأ في التحول إلى عذراء في اليوم الرابع عشر تأخذ اليوم الرابع عشر كله في التحول إلى عذراء هذه أربع عشر يوم وصلنا إلى هذا العدد تمام الأخوة الذي قاله ستعشر يوم بقيلها يومين ماذا ستفعل في اليومين عندما تتحول إلى عذراء في اليوم الرابع عشر تبدأ تبرز العيون والأجنحة والشكل هكذا النحلة بس بشكل تكون بيضاء يعني ما زالت تتخلق تحتاج إلى سبعة أيام كاملة من يوم الرابع عشر إلى يوم واحد وعشرين تتحول خلالها طورا بعد طور حتى تصبح عذراء كاملة في اليوم الواحد والعشرين تخرج حشرة كاملة مكتملة الأعضاء فبالله عليكم يا أصحاب ستة عشر يوم ما هي المرحلة ما هي المرحلة التي تقفزها هذه النحلة ولا تمر بها حتى تخرج في ستة عشر يوم أقنعونا أقنعونا علميا ما هي المرحلة التي تصل فيها النحلة ولا تمر بها النحلة هل هو طور البيضاء مثلا تكون البيضاء يوم واحد مثلا هل هو طورة اليرقة بدل ما هي خمسة أيام تختصرها وتعمل لها ثلاثة أيام مثلا هل هو طورة تشرنق بدل ما تتشرنق في يومين تتشرنق في يوم واحد هل هذا ثابت علميا عندكم هل هو طورة تحول إلى عذراء يعني خلال 24 ساعة ويوم كامل يوم الرابع عشر هل هو مرحلة ظهور العذراء ما تحتاج ظهور العذراء ما تحتاج سبع أيام عندكم مثلا تصل ظهور يعني على طول تتحول إلى عذراء في اليوم الخامس عشر ويكفيها يومين وتصبح حشرك كاملة هل هذا يدخل العقل هل هذا علميا ثابت هذه تساؤلات نطرحها عليكم بعض الإخوان قالوا الغذاء يؤثر كيف بالله عليكم كيف يؤثر الغذاء إذا كانت الحشرة تتغذى هي بيضة لمدة ثلاثة أيام تتغذى ثلاثة أيام وهي عبارة عن يراقاه ثلاثة أيام بالغذاء الملكي ثم تتغذى يومين عسل وحبوب لقاح هذه خمسة أيام ثم تغلق في اليوم التاسع تغلق انتهت مرحلة التغذية بقيت بقيت مرحلة الأطوار التي لا يجب أن تمر بها في الرحم الذي هو العين السداسي الرحمها كيف ستختصر المراحل هل الغذاء له داخل بعضهم يقولوا إذا على شجر الشجر الفلانية إذا كان المر على الشجر الفلانية فيخرج على 16 يوم ما هذه الفلسفة ما هذا الفلسفة من أين جاءكم هذا العلم لا أعلم لكم مصدرا إلا النظام الخزعبلاني أرجو أن تتقبلوا مروري وتعليقي وهذه مناقشة علمية فمن أراد أن يناقش أهلا وسهلا أنا هنا وأقنعونا بالعقل والمنطق والحكمة ونحن معكم أما هبش ومجرد ملاحظات نحالين قد تخطئ وقد تصيب فأرجوكم احترموا عقولنا الله يبارك فيكم ونحن نحترمكم ونناقشكم بشكل عقلاني الله يحفظ الجميع ويبارك فيكم في هذه المجموعة المباركة واسمحوا لنا على الإطالة